حضرنا اليوم بصفتنا رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في الجمعة أو هذا الجمعة الذي ضم جمعة عامة من 2019-2020 إلى حدود 2022-2023 فلاحظنا بأنه كان جو هادئ ومسؤول لدار داخل النقاش الذي عرفته هذه الجمعة العامة كانت المصادقة كذلك إيجابية للتقارير التي قدمت وجميع النقاط عرفت استحساً وأعتقد أنه اليوم فريق الويداد الرياضي تحمل مسؤوليته مسؤولية المرحلة ومسؤولية تحديات المستقبلية التي تتعلق بالاستحقاقات القادمة للقارية والدولية بحيث أن الفريق الويداد الرياضي كيف تعرفون عنده مشاركة في كأس العالم للأندية المستقبلية وبالتالي أنه يجب أن يتجاوز هذه المرحلة وما كان كذلك وما تم بالفعل وأبان المرحلة لمستوى علي ونهنئهم على هذا الجمع العامة